عايزة بقى أخد حضراتكم في جزئية قد تبدو بعيدة شوية لكنها في عمق الحديث اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة وإحنا النهاردة بنقول احنا عايزين نطور سينة وعايزين نعمل تنمية في سينة وفي كل ربوع مصر الحاجة ده مرتبط ارتباط كبير جدا ببرنامج أو بمصار احنا شغالين عليه في الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت بشغل في مجهود كبير الحقيقة وفي رؤية استباقية بشكل كبير وهو توطين الصناعات وتعميق التكنولوجيا وتوفير مستلزمات الانتاج انت النهاردة لما بتقول انا عايز اعمل مدارس أو عايز اعمل مستشفات أو عايز اعمل محطة للتحلية عايز اعمل اي مشروع اي ما يكون طبيعة هذا المشروع ما انت بتحتاج مستلزمات انتاج بتحتاج النهاردة مواد معينها تستخدمها بتحتاج آلات بتحتاج معدات طول ما انت بتعتمد في معداتك وفي آلاتك وفي مستلزمات الانتاج ومواد الانتاج على الخارج كل ما ده بيعمل عبق على الدولة في الفطورة الدولارية وبيعمل فجوة وبيعمل ضغط كده على الموازنة العامة للدولة وبيكبر الدولة ان هي عشان تعمر او عشان تبني فهي لازم تروح تدفع فطورة كبيرة وتدفع تكلفة كبيرة وثمن كبير انها هتجيب معدات الانتاج دي من الخارج طب الحل ايه نعمل ايه ده اللي وجه به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وده اللي احنا شايفينه بقالنا الحقيقة فترة طويلة توجيهات مستمرة بالعمل على توطين الصناعات والعمل على تعميق تكنولوجيا الانتاج بمعنى انه كل مستلزمات الانتاج اللي احنا بنحتاجها نكون بنصناها هنا في بلدنا وده الحقيقة مش محتاجة اقول لحضراتكم قد ايه هيخلينا احنا ملكين ظروفنا محناش نتأثر ولا بحرب بتحصل في روسيا ووكرانيا محناش هنتأثر اذا الاسعار الصرف بتتغير محناش هيفرق معانا اذا حصل وباء ازمة اقتصادية تضخم معدلات نمو وركود اختلافات في الظروف العالمية زي ما احنا شايفين في الفترة اللي فاتت وده اثر على الاقتصاد العالمي كله بشكل كبير جدا نهاردة لما انت بتبقى مركز في فكرة تصنيع الداخلي بتعتمد على المكون المحلي بتدي فرصة للمشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة بتدي هذه المشروعات قروض مهمة وبتساعدهم على ان هما ينتجوا بنفسهم ويعرضوا منتجاتهم وبتساعدهم على التسويق ده لو تكلمنا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هلاقي بقى مشروعات ضخمة وكبيرة برضو بنوفر من خلالها فرص عمل وبنساعد الناس انها تقف على رجليها وبنساعد الناس على انها تدخل عملة صعبة للبلد وبنساعد الناس على انها تشغل هي او تصنع هي مستلزمات الانتاج بنفسها بنفسها ده امر لا غنى عنه احنا بنتكلم عن استراتيجية تطوير صينة لانه تطوير صينة زي ما احنا شايفين نهاردة المشروعات العملاقة والكبيرة اللي حصلت في مجالات مختلفة عمره ما كان هيستمر اولا لو كنا بدأنا النهاردة بالازمة الاقتصادية العالمية ولو ما كناش قطعنا كمان خطوات مهمة في موضوع التوطين الصناعة والمكون المحلي وتوجيد او ايجاد التكنولوجيا كان هيبع عندنا الحقيقة مشكلة كبيرة جدا ده المفتاح او ده كلمة السر اللي هتوصلنا للنهضة الصناعية اللي احنا بنحلم بيها والي احنا بنتمنيها والي احنا الحقيقة تليق بينا في دولة زي مصر وقطعنا خطوات كبيرة ولسه اللي جاي افضل واحسن ان شاء الله